السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة الصف الثالث المتوسط موضوع دارسنا اليوم إن شاء الله رح يكون lesson 4 من كتاب الطالب اللي هو page 18 بمعنى أو بعنوان work or play العمل أو اللعب هذا الموضوع رح نشرح بصيغة present symbol صيغة المضارع البسيط طبعا صيغة المضارع البسيط هو من الأزمنة الرئيسية اللي لازم نسيطر عليها لأن موجودة عندي بمختلف المراحل الدراسية بالنسبة للمضارع البسيط رح ناخده بالحالات الإثبات والنفي والسؤال فننتبه هنا في حالة الإثبات أول شي نعرف الاستخدام الشوكة نستخدم صيغة المضارع البسيط طبعا المضارع البسيط يستخدم عن عادة فالشيء معتادين أن نقوم بفترة زمنية محددة عمل يتكرر دائما أو حقيقة سواء كانت علمية أو شخصية لذلك للتعبير عن زمن المضارع البسيط شو رح نستخدم؟ نستخدم ظروف التكرار نستخدم ظروف التكرار اللي هي always بمعنى دائما often اللي معناتها غالبا usually عادة sometimes في بعض الأحيان generally بصورة عامة whenever أبدا ظروف التكرار رح يكون إلها موقعا بالجملة طبعا حسب النوع الجملة هل جملة بالفعل الرئيسي أو جملة بالفعل المساعد طبعا هنا رح تكون عندي الظرف التكرار رح يكون بعد الفاعل بعد الفاعل قبل الفعل الرئيسي ليش لأن الجملة ماتي على شنو تحتوي؟ تحتوي على صيغة الفعل الرئيسي فاللاحظ he always plays tennis وين خلينا ال always؟ خلينا قبل الفعل الرئيسي سميرة usually goes to school ناناش خلينا خلينا usually قبل الفعل الرئيسي هذا المكان الأول لاستخدام ظروف التكرار الحالة الثانية أو المكان الثاني اللي نخلي به الظروف التكرار هي بعد الفعل المساعد إذا كان موجود بالجملة يعني he is شوف هنا عندي is فوين خلينا ال always؟ خليناها بعد ال is وليس بعد الفعل مثل الحالة الأولى خليناها بعد ال is he is always laid for dinner ودائما يتأخر على العشاء هذه بالنسبة إلى ظروف التكرار اللي نستطيع من خلالها نتعرف على نوع الزمن ماتي الجملة اللي هو زمن المضارع البسيط زي طبعاً هذه الحالة الأولى مثل ما ذكرنا أنه المضارع البسيط يستخدم مع ظروف التكرار ومثل ما ذكرنا لها حالتين أو موقعاً بالجملة من خلال وجود هذه الظروف رح نتعرف أنه الزمن مالتنا هو وشن هو؟ زمن مضارع بسيط أو رح نلقى كلمة every كلمة every اللي معناتها كل وبعدها مدة مثلاً every week every month every year every week معناتها كل أسبوع every month معناتها كل شهر every year معناتها شنو؟ كل سنة هذه الاستخدام لصيغة المضارع البسيط رح نجي نتعرف على القاعدة لهذا الزمن للتعبير عن المضارع البسيط أكو طريقتين يأما نستخدم الفعل المساعد طبعاً هنانا بنقول بي نشوف هذي البي بين قوسيا معناتها أنه المطلوب من عنده شنو؟ المطلوب فعل مساعد حسب نوع الزمن بالمضارع رح نستخدم الام إذا كان الفاعل i ونستخدم الhe ال is إذا كان الفاعل he أو she أو it ورح نستخدم ال r إذا كان الفاعل they أو we أو you إذن هذا البي ما تبقى بنفس الشكل وإنما رح نحولها إلى نوع الزمن والفاعل مثل ما ذكرت هسا قبل شوي اللي وحسب القاعدة مثل ما دا نشوف هنانا الفاعل مثل ما ذكرت إذا كان الفاعل مفرد رح نخلي is إذا كان الفاعل جمع رح نخلي r وإذا كان الفاعل i رح نستخدم رح نستخدم الآن ومن ثم رح تكون عندي تكملات الجملة i am a teacher i am a teacher أنا مدرس i am a teacher النوع الثاني استخدام الفعل الرئيسي في الجملة وحسب القاعدة رح تكون إذا كان الفاعل مفرد رح نخلي الفعل الرئيسي ومن ثم s الشخص الثالث يعني نضيف لهذا الفعل شنضيف له نضيف له s الشخص الثالث ومن ثم نخلي تكملات الجملة أما إذا كان الفاعل جمع رح نخلي الفعل مصدر الفعل مجرد خالي من أي إضافة ومن ثم تكملات الجملة لاحظ هذه القاعدة من خلال الجمل نور usually goes shopping on Monday هنا أنا عندي الفاعل نور وعندي ظرف التكرار usually هنا أنا الفعل go ضفنا له ضفنا له es هنا أنا حسب القواعد الإملائية لإضافة ال-s لأن الفعل ينتهي ب-o فضفنا شنو es ومن ثم شنو تكملات الجملة they often read stories هنا أنا الريد بقت على حالها بدون es يعني فعل مجرد ليش هنا أنا عندي الفاعل multi they I generally meet a new friend أنا عادة أو بصورة عامة التقي بأصدقاء جدد اللحظ هنا أنا على القاعدة الإملائية لإضافة ال-s انتبهوا يا كلزين عيوني عند إضافة es الشخص الثالث للفعل رح أصبح عندي تعييرات إملائية شنو هذي التعييرات أول حالة إذا كان الفعل ينتهي ب-y وهي ال-y قبلها حرف صحيح إيش راح نسوي ال-y نقلبها إلى شنو إلى y يعني نحذف ال-y نسويها شنو نصير i ونخلي بعدها es للفعل أما إذا كان مسبق بحرف إلا فلا يقلب زين إذا كان الفعل ينتهي بإحدى الحروف التالية اللي هي s ds ch sh o x z ش راح نضيف راح نضيف es للفعل يعني إذا كان الفعل ينتهي ب-y نحذفه ونخلي i es إذا كان الفعل ينتهي بوحدة من ذن الحروف نضيف es الحالة الأولى إذا كان قبلها حرف صحيح نطبق هذه القاعدة لكن إذا إجاني حرف على فلا يضغير يعني مثلا عندي الفعل عندي الفعل play اللي معناتها يلعب أرضي أضيف ل-s الشخص الثالث ش راح نجي ش نشوف نشوف قبل ال-y ش أكو أكو حرف على فرح أجي أنزله نفسه وأضيف ال-s بدون ما أغير الكلمة لكن مثلا الفعل study اللاحظ هنا بالنسبة للفعل study بيش ينتهي ينتهي ب-y بس شنو قبل أكو حرف صحيح إذن راح نطبق عليها القاعدة اللي هي أنه نحذف ال-y ال-y نحذفها ونخلي i e s هذه بالنسبة هي النقطة الأولى هسا نكمل بقية القواعد لاحظ هنا الأمثلة هي study studies English everyday هنا مثل ما ذكرت هسا بالقاعدة الإملائية حذفنا ال-y وضفنا i-es وكملنا بقيات الجملة he plays football everyday نلاحظ هنا نزهنا نفسها وخلينا ال-s وتكملات الجملة she watches هنا الفعل ينتهي ب-ch فضفنا شنو e-es t-v-as six o'clock everyday هذه بالنسبة لقاعدة إضافة ال-es أو s الشخص الثالث نجي على هذه الحالة الأولى اللي هي أخذناها حالة الإثبات نجي هسا على حالة النفي طبعا لنفي الجملة بصيغة الفعل الرئيسي ش رح نحتاج رح نحتاج إنه نستخدم doesn't أو don't حسب القاعدة التالية إذا كان الفاعل مفرد ش رح نجيب رح نجيب doesn't يعني شنو فاعل مفرد يعني أما عندي he أو شي أو it أو أي اسم مفرد شنخلي نخلي doesn't وشنخلي بعدها نرجع الفعل إلى أصلا يعني معناتها إذا كانت الجملة بيها as مثل ما نلاحظ بالمثال ali works hard من agm فيها يعني هذي الجملة يكون المطلوب بيها نفي يش رح ننزل ننزل الفاعل ننزل doesn't ليش لأن الفاعل مالتي مفرد وننزل وننزل الفاعل بدون as لاحظ لين قاعدة شو تقول لازم الفاعل ما لاتش بيه مجرد ونخلي بقيات الجملة نلاحظ إذا كان الفاعل جمع نستخدم شنو don't we wash tv every day we don't wash tv every day سوينا نزلنا الفاعل خلينا don't نزلنا الفاعل كما هو لأن أصلا هو ما يحتوي على as ومن ثم ننزل بقيات الجملة طبعا هذه في حالة الفاعل المساعد نضع not بعده لنفي الجملة يعني من عندي فاعل مساعد يعني نقصد ال as و ال are شو رح نسوي نضيف فقط not بعدها رح ننفيها للجملة يعني ال as رح أصير isn't ال are رح أصير aren't وال am رح أصير am not هذا بالنسبة الفاعل المساعد نجي على حالة ال question حالة السؤال شلون أحول الجملة بالفعل الرئيسي إلى صيغة استفهامية إذا كان الفاعل مفرد يعني هي أو شي أو ات أو أي اسم مفرد رح نجيب رح نجيب الدز نخليها بالبداية ونخلي بعدها الفاعل ومن ثم نخلي الفعل المصدر وتكملة الجملة وعلامة الاستفهام يعني عندي الجملة اللحظة هنا انتبهوا بياي كل زين عيوني he plays tennis شو مطلوب make a question يعني معناته سويلي سؤال شو رح نجيب ننتبه على الفاعل شو لقينا الفاعل لقينا الفاعل ما لتي مفرد شو رح ننزل رح شو أشيل أشيل هذه الأس أس الشخص الثالث ونتكملة الجملة ونخلي علامة الاستفهام طبعا لكل سؤال جواب مثلا إذا كان إثبات رح نقول yes he does وإذا كان نفي رح نقول no he doesn't ننتبه هنا إذا كان الفاعل جمع من هو الفاعل الجمع يعني عندي I أو you أو we أو they شو رح نستخدم رح نخلي do في بداية السؤال يعني الصير الحالة عندي do you we they أو الاسم الجمع ونخلي بعدها الفعل مجرد وعلامة الاستفهام they usually work hard make a question do they usually work hard do they usually work hard ومن ثم الظرف وتكملة الجملة وعلامة الاستفهام زي إذا كان عندي في حالة السؤال ش عندي عندي أداة استفهام وليس السؤال بدو وداز فاش رح تكون عندي القاعدة انتبه وياي كل الزن حباي بالطلاب رح نخلي أداة الاستفهام طبعا هنا أدوات الاستفهام اللي نسميها WH questions شون يعني WH questions يعني كل سؤال مبدوء بأداة استفهام ونعرف عن شيء محدد يعني من أقول وين شو رح أسأله رح أسأل عن الوقت من أقول وير رح أسأل بيها عن المكان أقول واي رح أسأل بيها عن السبب وهكذا هذي بالنسبة شنو لي السؤال بأداوات الاستفهام ش أحتاج أخلي بعدها رح أحتاج انه الدوء أو الدز أي وحدة من عندهم طبعا رح نختار أي وحدة من عندهم حسب نوع الفاعل إذا كان الفاعل مفرد رح نجيب الدز نخليها أما إذا كان الفاعل جمع ش نجيب نجيب الدوء نخليها بعد أداوات الاستفهام ش نحتاج بعدها رح نحتاج الفعل إلى الفعل المجرد يعني هنان يقول لي سوي لي السؤال باستخدام من و باستخدام الو فالش رح هنان موجود عندي خط هذا الخط اللي موجود تحت الكلمة محددة بالجملة معناته إنه هذا الشي أنا رح أسأل عليه والشي اللي أسأل عليه ش سوي له لازم يحذف من السؤال ننتبه على هاي الحال كل الزيان رح أعيد ها انتبه وياي من عندي جملة تحت كلمة من الكلمات أكو خط والمطلوب عندي سؤال لازم أنتبه هذا المطلوب شنو معناته حتى أخلي أداة الاستفهام المناسبة إذا هو منطينيها خير على خير ما منطينيها حسب معنى الكلمة اللي موجود تحتها خط أنا رح أخلي الأداة إذا مكان رح أخلي وين إذا وقت رح أخلي وين إذا خليها تحت الفاعل رح أخلي وهكذا فهنانا هو محدد للأداة أجل الأداة أخليها بالبداية رح أخلي دوب ليش عندي الآية تتحول إلى يو بالسؤال هذه ننتبه عليها كل الزين كل آية بالجملة بالجواب نحولها إلى يو بالسؤال والعكس بالعكس يعني إذا هو منطيني يو بالسؤال بنأجل أجل 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 ومن ثم نخلي الفعل بصيغة المصدر وعلامة الاستفهام مثل ما ذكرت حث في المطلوب السؤال عنه مع أدوات الاستفهام هذا فرق بين السؤال بالفعل المساعد والسؤال بأداة الاستفهام لأن أداة الاستفهام لازم نشيل نسأل عليه نسوي له نحث هسا نتبهوا هنا نويايا هنا وين عندي الخط تحت كلمة الزو ايضا make a question where where do you go شوفوا ذا زوج سوينا لها حذفناها ليش لأنه خال لأداة الاستفهام where معنات أنه أنا لازم شا سوي أحذف اسم المكان اللي موجود عندي بالجملة خليت الwhere خليت الدو وخليت الفاعل ال i اللي حولتها إلى u ومن ثم الفعل المصدر لكن هذا بالنسبة إلى الفعل الرئيسي في حالة الفعل المساعد فقط رح نقدم الفعل المساعد على الفاعل وفي حالة أداة الاستفهام نطبق نفس القاعدة بس بدأ للدوب والدازش رح يكون عندي ال is وال r هس رح نجي هنا نتبه ويا عيوني رح نجي على صيغة الأسئلة الأسئلة اللي تجيني بهذا الموضوع كل نوع من أنواع الأسئلة وشلون أجاوب عليها انتبه ويا بشكل جيد جدا أول حالة إذا كان المطلوب بين الأقواس correct شنو يعني correct correct معناتها تصحيح الفعل يعني شنو تصحيح الفعل معناتها اللي هو خاليا داخل القاوس أسويه بالشكل الصحيح يعني شنو الشكل الصحيح يعني الزمن الصحيح الزمن الجملة اللي منطين إياها ننتبه هنا فيجب الانتباه إلى طريقة الحال في هذا النوع ليش لأن المطلوب تصحيح الفعل حسب نوع الزمن فش رح نتبع رح نتبع الخطبات التالية زي أول حالة ننتبه إلى نوع الزمن إشتون أنا رح أعرف الزمن زمن الجملة منين رح أعرف رح نعرف من خلال مفاتيح الزمن وهي أول شي المعنى والثاني شي الظروف الزمنية التي تستخدم مع كل زمن ظروف نعرف المضارع البسيط مثل ما ذكرنا في بداية درس مالتنا أنه ظروف التكرار أو كلمة رح نعرف صيغة صيغة المضارع البسيط بالنسبة للماضي رح يكون عندي يستردي واللاس وإلى آخر من الظروف إذن هي هذه الظروف الزمنية هي مفاتيح الزمن رح أتعرف على نوع الزمن من خلال هذه الظروف عرفنا نوع الزمن بعدين رح نجي ننتبه على الفعل اللي منطينيا داخل القوس نوع هذا الفعل هل هو فعل رئيسي أم موجود عندي بين خوسين وأيضا هل هذا الفعل اللي موجود داخل القوس بي ناط أم لا يحتوي على ناط حتى نعرف نوع الجملة هل هي مثبتة أم من في لأنه كل واحدة رح تكون إلها طريقة حل زين بعدين رح نجي وين ننتبه ننتبه على نوع الفاعل لازم أنتبه على نوع الفاعل دحل لشكل نحض بالأمثلة حتى تكون الخطوات واضحة نور بلاي فيتبول افري داي شمط كوراكت هنا رح أشوف كلمة افري معنات هالزمن مالتي يا زمن زمن مضارع البسيط زين أجي أنتبه على داخل القوس إش لقيت لقيت مصدر خالي من أي إضافة والقوس لا يحتوي على شنو لا يحتوي جمع طبعا مفرد فراح ننزل الفاعل وحالة المفرد بالزمن المضارع البسيط أن ننضيف أس الشخص الثالث في حالة الإثبات إذا كانت الجملة مثبتة شننضيف ننضيف أس الشخص الثالث ليش لأن الفاعل مالتي مفرد فهنان البلاي صارت ضفنا لها أس فصارت بلايز وأنزل بقية الجملة فيتبول هذا الحال الأولى من التصحيح إذا كان بين الأقواس مسبوق بنت فاش راح نساوي بالحال فهذا يعني أن المطلوب جملة من فيه لذلك إذا كان الفعل بين الأقواس نوع رئيسي يعني فعل رئيسي يعني مو بي راح نستخدم ضز أو دو حسب نوع الفاعل ضز للمفرد ودو المن للجمع ونخليها قبل القوس ثم نخلي ما اللي موجود داخل القوس بدون أي دغير طبعا فالشي رئيسي أنه نحذف الأقواس عند الحال عندي نور نوت بلاي فيتبول ايفري داي ش مطلوب مطلوب كوركت رح نزل عرفنا الجملة من خلال بأنه هي مضارع بسيط لقينا داخل القوس اكو نوت معنات هي يريد من عندي جملة من فيه بعدين ننتبه على الفاعل ما لتنش لقينا لقينا الفاعل مفرد داخل القوس بدون أي تغيير زين هذا في حالة وجود الفعل الرئيسي زين إذا كان الفعل اللي موجود بين الأقواس هو بي ش راح نسوي راح نحول إلى فعل مساعد حسب الزمن بالمضارع راح نحول إلى آم إذا كان الفاعل آي أو إز إذا كان الفاعل مفرد أو آر إذا كان الفاعل جمع بالماذا ش راح نسوي نحول إلى وز أو ور وز مع المفرد ووير مع الجمع هذه البي نحولها إلى ذني مثل ما ذكرنا نحولها إلى فعل المساعد اللي ناسب الزمن زين إذا كان مسبوق بنوت ش راح نخلي نضع الفعل المساعد المناسب للفاعل ونضع نوت بعده نلاحظ بالمثال هي بي فراندلي كوركت هنا ش عندي بي الجملة لقينا بعد القوس أقو صفة اللي هي فراندلي فمعناته إنه أنا ش عندي عندي مضارع بسيط باستخدام الفعل المساعد فحنحول البي إلى إز ليش لأن عندي الفاعل مالتي هي المثال الثاني عندي نوت بي داخل القوس والمطلوب والمطلوب أيضا كوركت إش راح نجي ننزل الفاعل نشوف مفرد لقينا مفرد فإذا إش راح نخلي إز ونخلي نوت بعدها بقيات الجملة فمن عندي نوت بي مو معنات أنه البي نزل هل ليش لأن البي هنا نحول ته إلى إز بالمطارع البسيط نجي على المطلوب الثاني إذا كان المطلوب هذا بالنسبة الكلام اللي ذكرنا كان بالنسبة للكوركت للتصحيح زين إذا كان المطلوب نفي طبعا نفس الحل لكن هنا المطلوب مالتي راح يكون حسب الفعل للمفرد و للجمع طبعا مراعاة شنسوي نحذف أس الشخص الثالث من الفعل الرئيسي إذا كانت موجودة هذي ويا من ويا دزانت انتبهوا هنا هنانا شمطلوب مطلوب نيقتف راح نجين فيها للجملة جملة شنو مضارع بسيط إذا ش راح نستخدم راح نستخدم دونت أو دزانت هنا راح نستخدم دزانت ليش لأن الفاعل مالتي مفرد اللي هو هي فرح أصير الجملة هي دزانت وهنانا البلاي أشيل الأس من عندها وأنزلها وأنزل بقية الجملة أما إذا كان فعل الجملة هو فعل مساعد يعني بس نخلي نوت بعد راح نفيها للجملة انتبهوا هو طيار شو مطلوب هذي الجملة شو نسويها نحولها إلى نفي راح ننزل الفاعل عندي is أنزلها وأخلي بعدها نوت وتكملات الجملة هذا هو الحل بالنسبة لفعل المساعد زل هسه هذا المطلوب الثاني إذا كان عندي نفي إذا كان المطلوب داخل القوس عندي choose اختار يعني معناتها شو راح ينطيني راح ينطيني قوس يحتوي على أكثر من زمن وأني أختار الزمن المناسب حسب نوع الجملة اللي احنا قلنا نتعرف على نوع الزمن من خلال شنو المفاتيح اللي هي الظروف والمعنى زل نجي هنا هدى chess every weekend اش لقينا بالجملة لقينا every معناتها ان الجملة مالتش يا صيغة صيغة مضارع بصير فإذن راح أجي أدور على الفعل اللي ناسب الفاعل لقيت play أروح أباوع طبعا play والplays هذي مضارع بسيط والplaying هي مستمرة فأجي أباوع على الفاعل إذا كان جميع راح نختار الفعل مصدر إذا كان الفاعل مفرد راح نختار شنو الفعل اللي يحتوي على شنو على الشخص الثالث فهنان راح نقول هنا أيضا منطيني ثلاث أفعال مساعدة طبعا هنا نمو نوجود معنات هنو الجملة مالتي شنو مضارع بسيط عندي نختار الفعل المساعد اللي يناسب الفاعل عندي إذا راح أختار راح أختار الآن هذا النوع الثالث اللي هو هذه الأنواع طبعا فالشي الخطوات اللي ذكرناها هي الثابتة لكل الأزمنة يعني هالخطوات أنا أخليها صيغة ثابتة لكل شنو لكل أنواع الأزمنة سواء كان ماضي سواء كان مضارع مستمر فأني نفس الخطوات أقدر أتباحها ليش لأنه هي أما يجيني تصحيح أو يجيني اختيار أو يجيني نفي أو يجيني question هذه الأنواع الأسئلة اللي تكون مع الأزمنة ننتبه هنا على هذا التمرين اللي موجود عندي بصفحة 26 activity book exercise A تمرين A complete this sentence in the present symbol اش طالب من عندي يقول لي كمليلي هذي الجمل بصيغة المضارع البصير استخدم use verbs from the box من الصندوق استخدم الأفعال من الصندوق you can use some verbs more than once ممكن أن تستخدم الأفعال أكثر من مرة انتبهوا وياي عيوني نجي النقطة الأولى my brother very clumsy ش لقينا وراحنا لقينا أكو صفة clumsy معناتها أنه غير مرتب أو بعثر فهذا ش رح نخلي وياها رح نخلي لازم فعل مساعد هنان ش عندي عندي هو منطيني بي لازم أنا أحول ها إلى شنو إلى is حسب نوع الفاعل my brother مفرد فلذلك وش خلينا خلينا أز زي نجي النقطة الثانية in the first episode my brother put salt in my mother's tea instead of sugar هنانا هذي بالنسبة لقطعة لوسي اللاحظ أنه هنانا هذي الجمل من عدها puts salt in my mother's tea شي يضع يضع الملح في شاي أمي بدل من السكر فش خلينا هنانا شوف هنانا البوت بدون s فإحنا جينا ضفنا لها s ليش لأن عندي my brother مفرد النقطة النقطة اللي بعدها my brother drops things and falls over دائما يوقع الأشياء ويتعثر بيها فأيضا هنانا شخلينا drops طبعا هنانا حسب المعنى أنه لازم نقول drops وهنانا نخلي falls over وأيضا نلاحظ أنه خلينا s للأفعال بعد الحال سقط أخي في حوض السباحة مع تلفند و ثم سكب المشروب مالتا وتعثر بالبعب هادا اللحظ الكلمات اللي شنو اللي الأفعال استخدمناها بصيرة المظارة البسيط ننتبه نانا بالنسبة نماذج وزارية بهالطريقة هذي رح نجي نطبق الخطوات اللي أخذناها نطبق شون الحال بالنماذج الوزارية نادية place tenis well ش مطلوب من عندي question زين هنا ش عندي عندي نشوف هنا أكو أس الشخص الثالث معنات أنه زمن مالتش بي مضارع بسيط فش رح نجي نسوي مطلوب من عندي question والفاعل مفرد إذن ش رح نستخدم هنانا رح نستخدم does فرح نقول does ونخلي نادية does نادية ننزل الفعل بس ننزل مصدر بدون s does نادية play tennis well النقطة الثانية مازن مطلوب من عندي negative نفي ش رح نجي every weekend لقينا كلمة every معنات الزمن مالتش شنو مضارع بسيط إذن رح ننزل الفاعل مازن مازن مفرد لو جمع مفرد إذن ش رح نستخدم مثل ما ذكرنا بالقاعدة نستخدم doesn't وننزل الفعل بصيغة المصدر doesn't مازن doesn't visit his uncle every weekend هذفنا الاس من الفعل الأصلي ونزلنا بصيغة المصدر نجي هنا نجاد goes to the mall every weekend هذفنا أيضا رح نسوي هنا في فهنا نعدنا نجاة doesn't go نحذف الاس لأنه نرجع الفعل إلى أصلا مثل ما ذكرنا بالقواعد doesn't doesn't to the mall every weekend جملة الأخيرة أيضا هنا عندي هذه صيغة مضارع بسيط عندي فعل مساعد فش رح رح نسوي نقدم الفعل المساعد على الفاعل رح أصير are you ننزل الفاعل اللي هو you مع مراعاة إنه نحول طبعا هنا ننخلي شنو علامة الاستفهام هذه بالنسبة إلى نماذج الوزارية الخاصة بموضوعنا موضوع البرزن سيمبل أرجو أن يكون موضوع واضح واستفاديت من المحاضرة وإن شاء الله نلتقي بدروس قادمة وأي ملاحظة أو استفتار أو سؤال ممكن تكتبوا ليه بالتعليقات وإن شاء الله نلتقي في دروس مقبلة دمتم بأمان الله